دانا بتقول أنا عندي مشكلة كبيرة جدا إني بشاهد أفلام إباحية برغم إني عارفة عقوبتها بس مش عارفة بطل ساعديني بالله عليك بص يا دانا بما إنك إن شاء الله كوني بنتي بص يا دانا مضوع الأفلام الإباحية إحنا كنا صراحة هنعمل بتاع سلسلة كده وأقول إزاي أنا ضد الإباحية ونمشي مع الحملة اللي موجودة ونساعد في القصة دي وإحنا اتكلمنا قبل كده عن التربية الجنسية للأطفال خلوني أتكلم الكبار وأقول لإني ده سؤال متكرر أولا إحنا نحاسب على السمع والبصر إن السمع والبصر والفق كل أولئك كان عنه مسؤولة يعني سمع اللي بسمعه بيه المكالمات والدنيا ما بيجيش فرجة ده كمان بيقوم جايم جايبين لك معرفش إيه والتصالات إيه وحاجات مجانية فأنت السمع مسؤولة عنه هنسأل عنه والعين العين تزني وزناها النظر أنا عايزة بس أقولي الأول أمر عقلاني وبعدين طبعا نغلفها بالأمر الشرعي وبعدين الأمر النفسي عليك إزاي الأمر طبعا شكلها تحلق خلاص الحلقة على كده الأمر الأول العقلي حاجة لا منك هطوليها ولا منك هتستفدي فيها غير مجرد تأجيج المشاعر البنت بتختلف المرأة بتختلف عن الرجل الرجل بيصار صارته سريعة ولو شف ولو شم ولو لمس ولو أي حاجة لكن المرأة لا تصار إلا إذا استسيرت فليتحطي نفسك في مواقع الإصارة والشهوة وأمر ما انتش هتكملي ولا هتتلمس ولا هيحصلها غير مجرد تأجيج للمشاعر إلا إذا استغفر الله استغفر الله استغفر الله مش أقول قدام أنت ما قلتوش أن يتبع الأمر أمر كبير يستز لها عرش الرحمن وبنات وإحنا قلنا خطر الأمر ده يعني خطر الأمر أنك انت تنفسي تنفسي عن الشهوة أو الإصارة اللي انت تعرضت لها أو عرضت نفسك لها في الأفلام الإباحية بالمعصية الكبيرة اللي يهتز لها عرش الرحمن واستغفر الله على هذا الأمر لا تستمتع بزوج ولا زواج ولا حتشوفي إلا لا ليسا ما أخدوني فرصة جاوب على الاستشار تمام تمام الأمر الثاني لا حتستمتعي لا بزواج ولا حتستمتعي بعلاقة بعد كده وبتاخدوا وقت بتتعالجوا بيتعالجوا لكن بتاخدوا وقت زي الراجل اللي بيمرس العدد السرابديجي بعدها نقول بيبقى كويس بس بياخدوا وقت والحاجة الأخطر ودي كلام الدكاترة مش كلامي إن شاء الله نبقى نجيب لكم اللينكات في حلقة من الحلقات ونقصّلها علميا إن مجموعة من الأبحاث قالت إنها ممكن كمان تضعف الغشاء بتاعك ويبقى يعني ينفض من غير أنت ما تشعري شفت المخاطر عاملة إزاي مش هتشعر مش هينزل الأحمد هينزل الأصفر كأنه سائل من السواء طبعا الكلام ده خطير جدا خطير جدا جدا يعني يا ده أنا أنا بدا الله سبحانه وتعالى دلوقتي إن الله سبحانه وتعالى يعني يطهر قلبك ويحصن فرجك ويغنيكي عن هذا الأمر امنعي امنعي ما تتفرجيش وحتى لو جاتلك إعلانات ولا جاتلك ساعة بتيجي إعلانات كده على حاجات استغفر الله مش كويسة افصلي وشوفي إيه البرامج اللي تمنع الحاجات ديت وامنعي نفسك طب ده جوز أعمل إيه اشغلي نفسك إحنا الحالة يفات قلنا لو ما شغلنا نفسنا بما يعنينا هتشغلنا بما لا يعني ده مش هتشغلنا بما ده هتدينا في الموليكات ذات نفسية اشغلي نفسك بأي حاجة صالح روح يعلمي نفسك مهارة روح اكتسبي عالي السفي بتاعك روح يتعلمي قرآن روح يعمي لي أي روح يعبر رياضة عمي لي أي حاجة ودعو الله سبحانه وتعالى دايما بدعاء سيدنا موسى أن الله سبحانه وتعالى يمن عليك بالحلال اللي يكفيك ويكفيك هذا الأمر النظر ذات نفسه بص النظر بريد الزنا وابن القيم قال عليه ذات نفسه هو خلاص هو كده واعفزنا مجرد مجرد أنها بتشوف وناس استغفروا الله شغلها الشاغل وبقت سوادات وبقت أفلام وبقت تجارة الوحدي يا نظر الله سبحانه وتعالى يعني يخل الدنيا من الكلام ده يعني القطع النت شوف أنا بدعي بإيه المهم من الدنيا دي ولكن والله الأسوب إلى الله الأسوب إلى الله أن يبقى قدامك الأمر وإحنا بعاد عنه أضع الله سبحانه وتعالى ينجي الأمة من الشهوات وينجي الأمة من الوقوع في المحظر وينجي الأمة من الشبهات اللي بتبقى بداية كل أوامر الله سبحانه وتعالى لا تفعلوا لا تسرق لا تزني كل الأوامر إلا الزنا لا تقربوا مجرد القرب منها بس نطرش نفسك فالحة لا ونشاطة لا 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 خالص وأنا بنت وإيه الله هيحصل سوادات ويحصل ومش عايزة أقول لكم كم من المشاكل اللي بعد الزواج عاملنا تقول لك ولا يلزمني ولا كذا لين أن مخاها تعود على صورة معينة وشكله معين للتعاطي مع الأمر يعني نتكلم الشباب في أمر سدوت ونقول له كذا قاط لكن بنات كمان يعني يعني أدعو الله سبحانه وتعالى بالهداية للجميع وأدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يطهركوا يجعلكوا من العفيفات التقيات النقيات قولوا أمين اشغلوا نفسكم بالتعاط تدعي ربنا سبحانه وتعالى اقفلي الباب ده خالف ما تشتركيش لا بقى ولا نت ولا بتاعي الطاعي الدنيا لحد ما نفسيتك ذات نفسها تهدأ وترجع يا بنت للفترة السليمة تاني أدعو الله سبحانه وتعالى يمنوا عليكم بالطهر والعفاف اللهم أمين ولو محتاجة متابعة تاني قوليلي وبعتيلي اشتركوا في القناة